اشتركوا في القناة وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهديه لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أيها المؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم ودرس الليلة سيكون في الأمور التي ينبغي فعلها يوم الجمعة والأمور التي ينبغي تركها يوم الجمعة وستعمالوا هذه العبارة لتشمالوا ما هو حرام وما هو مكروح وما هو خلاف الأولى ولتشمالوا كذلك ما هو واجب وما هو من دوب فلذلك ما هنا للعموم فعلوا ما ينبغي وتركوا ما ينبغي الخاصة بالموما الذهاب ما ينبغي ومن تركوا بيعمال الفيور الصالة ومش فيliوه سبحانين او بيعمال حقا 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 مغني حقا حقا قللل حقا قلل حقا 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 صحاب حقا حقا Donc j'ai utilisé un terme plus général que les termes précis par rapport à l'interdiction ou la désapprobation ou bien la recommandation. J'ai utilisé un terme plus général. وَالْبِدَيَةُ بِحَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى سَتَكُونُ مِن كَوْنِ يَوْمِ الْجُمُعَى يَوْمَ عِيدٍ كَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ C'est un jour de fête, يوم الجمعة, comme il est dit dans les hadiths. يوم الجمعة, يوم عيدٍ للمسلمين. وَجَعَالَهُ اللَّهُ عِيدٍ للمسلمين. وَلِذَلِكَ خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَعْمَالِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَيَامِ Donc il y a certain moment, puisque c'est un jour particulier, comme قال عليه الصلاة والسلام, مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَفِيْ لَفْضِ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ Parmi les meilleurs jours de l'année, c'est le jour de vendredi. Et c'est un jour de Eid. فِنْ لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ أَنْ فَضِيلَ مُمَيِّزَةً لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِمَّا بِبَعْضِ الْأَفْعَالِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ نَفْعَلَهَا وَإِمَّا بِبَعْضِ الْأَفْعَالِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ نَتْرُكَهَا Donc comme dans l'Eid, le jour de la rupture du jeûne, ou bien la fête du sacrifice, il y a beaucoup de choses de recommandé à faire. الذكر d'Allah subhanahu wa ta'ala, le lavage rituel, aller-toi à la mosquée, porter des beaux vêtements, etc. Il y a des choses à éviter, comme le jeûne par exemple. فكما في عيد الفطر وعيد الأضحى, نلبس أجمل الثياب ونكثر من ذكر الله ونصل الصلاة. فكذلك هناك أشياء تمنع كالصيام. فالصيام حرام في أيام العيد. فكذلك في الجمعة هناك أشياء تفعل وأشياء تترك. Donc hier des choses à faire, des choses à éviter. Plain des léments. هناك الاغتسال. والتبكير. ولبس أحسن الثياب. والتطيوب. والاستنان. والمشي دون الركوب. على وجه الأفضلية. والصلاة. صلاة النافلة. إذا دخلت المسجد قبل الخطبة. ما تيسر لك. والذكر. بل الإكثار من الذكر. والحرص على الدعاء. وقراءة سورة الكهف. والإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. والصداقة. كما سيأتي بحول الله تعالى. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تنسل الناس لا تنسل الناس لا تنسل الناس لا تتخطر الناس لا تنسل الناس لا تتحدث في الناس اليوم الجمع فيه مصير كثيرا هذا كان غير ما ذكرتو من خلال هذا الدرس ونريد أن نعرف أحكامها الفقية هذا كان صديق فأبدأ بالنسبة لله من التبكير التبكير يوم الجمع وهذا قد تحدثت عنه في المقدمة فلا أطيل فيه وإنما أذكر أن التبكير هو أن تذهب قَبْلَا بِدَيَاتِ الْخُطْبَةِ بِيزَمَانِ قَبْلَا بِيزَمَانِ الْمَسْجِدِيَ وَمَالْجُمُعَةِ بَعْدَ تَلْوَعِ الْخَجْرِ Donc on a vu que plus ou moins une heure avant la khutbah, il est préférable et très recommandé ce qu'on appelle le tahjir. Nous disons le tahjir, nous achalons le jamoula. Donc il est fortement recommandé d'aller avant la khutbah. Ne fût-ce qu'une demi-heure, quarante minutes, une heure avant la khutbah, quand la mosquée est ouverte bien sûr, d'aller à la mosquée. C'est ce que tu penses, c'est que tu as la plus grande récompense. C'est comme si tu avais acheté un chameau qui pèse 600, 700, 800 kg, et que tu lui as immolé et que tu lui as donné comme sadaqa. Tu penses que si tu as acheté un jaman, un samin ou un naqat, un badin, ce qu'on appelle le badin, buildé sur les horcées par les humeurs par les humeurs par les défiants. Donc, quand t'es achثé par les hums par les humerus par les humeurs par les hume, sa dubation où tu as qu'il yissait les humilies par le humeur par les humeurs par les humains par les humeurs de la идure ? C'est ce qui se reçoit de la é meditation que cela a été illa. credits que cela, la question Did you like to teach un altre ? is à合 будут aux humains par les humils par les humureux par les humainscient. داخلين تأتي بحراء سنة أبداً لن يتحدث لنهائي الانتقال لنهائي الانتقال من المال سيكون هناك ونهائي الانتقال ولكنه راتي بكثير من المال وَهَذَا اللَّذِ نَبَّهَ عَلَيْهِ بْنُ الْقَيِّمْ رَحِيمَهُ اللَّهِ وَهَوَيَتَحَدَّثُ عَنْ مَدَخِلِ الْشَيْطَانِ وَمَصَيِّدِ الْشَيْطَانِ كيف يستادو بن آدم؟ كمان ساتن احاول تتطور لنهائي الْحَيْجَ عندما يستطيع تحاول تحاول في صورة الانتقال أو بحث أو بحث أو بحث أو بحث أو بحث أو بحث بحث يستطيع تحاول منك الْشَيْطَانِ يُحَاولُّ عَلَيْجَكَ مِنَ الدِّينِ وَإِذَا عَجَزَ يَدْفَعُكَ الْكَبَائِرِ ثُمَّ السَّرَى ثُمَّ وَإِلَّا إِذَا عَجَزَ وَيَائِسَ فَإِنَّهُ يُعَخْرُكَ عَنِ الْأَجْوْرِ العَظِيمَةِ يُخَلِقْ تَعْمَل داكَ لِكَ الْحَيْسَنَاتِ صَيْرًا يُتَحْلَسَ لَيْتَ تُلَيْسَ الْحَيْسَنَةِ يُتَحَنَا يُتَحَنَ اِدِنُيَ يُتَحْلَيْتَ تجري معطل واخر تلحق الخطبة وتلحق الصلاة وعندك الجمعة لكن ماذا يعطي للأذر والحسنة بدون عذر فلذلك التبكير من أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم وذلك سبحان الله في البلاد التي يسمع فيها الأذان يؤذنون أذاناً أولاً كأن الأذان الأول قبل ما يبدأ الأذان الخطبة من أجل أن يستعد للناس ويتذكاروا وقت الجمعة كما تعلمون سيدنا أثمان رضي الله عنه يضعونة لألبقاء في هذا المسلم في وضعه في الحلقة في قتاله في الوقت المسلم يوجد للمسلم وقم يوجد المسلم عليه السلام كما يفعلون على المسلم كما يفعلون على المسلم فقد قم يوجد الأذان وقد كان الأذان أذاناً واحدا في زمن الوثمان يحتاجون المسلمون إلى آذان آخر في كثرة الناس وبردهم عن المسجد أي من حيث المسافة في الاسواق و في الفلاحة فإحتاجون إلى وقل الستعداد حينما يسمعون ال آذان لم تكن عندهم هذه الساعة ينفذون أيضاً للمترة لذلك لذلك يتبعوا الى ألبية وليس يتبعوا الى المحطة في ايضاً في المدينة في المحطة في المنزل من المسيحة انه بدأتهم أرضنا سن volcanoes حتى يرمي أحد أحدهم الأعلمية بالبدعة هذا فضل الخلافة الراشدين إذا قلت لك من يجب ذكاذ هذا فضل الخلافة الراشدين رضي الله عنهم لذلك يجب أن يكون فعله فيه في أقل 20 منت وقت قبل الى أحد الأمر لأنه يجب أن يكون لديهم ويجب أن يكون لديهم أفضل أو يجب أن يكون لديهم أفضل وهذا يجب أن يكون لديهم أفضل وفضل يوم الجمعة deuxième chose الأمر الثاني الاغتسال أو الغسل للافاج الغسل يوم الجمعة الغسل يوم الجمعة عند جماهير العلماء هل هو واجب أو مستحب وسنة على اختلاف في تعبيرات الفقهة الغسل الجمعة واجب أو سنة المهم واجب أو لا يوجب لا يوجب واجب أو لا يوجب سنة هذا الجواب جواب مني على شي حاجة والذي اللي عقز كان عقزوا الغسل واجبت معانا أنها سنة جماهير علماء الأمة جماهير علماء الأمة وهنا بالمناسبة أفتحوا قوسين سنرى بعض المسائل في هذه الأبواب التي سأذكرها أن المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبيلة يكونوا في جهة ومن حزم ومدرسة ومذهبه فيها ومن حزم هذا إمام كيف يسمون الإمام شافعي والإمام مالك والإمام روحن؟ ومن حزم فاقيهون حافظون عالمون فإلاسوف إم حزم pour ne pas avoir une mauvaise opinion de lui quand on dit qu'il est en divergence avec les quatre écoles إم حزم d'Andalousie c'est un éludi ومازالة بيتوه إلى اليوم في الأندالس sa maison il existe jusqu'à aujourd'hui en Andalousie en Espagne عدلوها صوبوها مازالة موجودة إلى اليوم إلان غينوفي ومازالة موجودة إلى اليوم ابن حزم الظاهري وآهل الأندالسي يحتارمونه من غير المسلمين ويعظمونه لأنه كان من بيت وزارة وحكم وعلم صباح son père était bien placé dans le palais il était un ministre lui il était quelqu'un de très connu un grand savant un philosophe un jurisconsulte ce qui fait que même je viens de dire les espagnols non musulmans aujourd'hui ils le respectent beaucoup ils ont rénové sa maison comme quoi que là nous avons un héritage un patrimoine يعتبرونه من أثاري تاريخه آذم وعلم on va voir que la divergence sur certains points المذاهب الأربعة في المذاهب السنية على الأقل المذاهب الأربعة ومنها مسألة الغسل الغسل اليوم الجمعة عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون أنها مستحبة وسنة وليست و وليست و هذا الذي عليه جماهير علماء الأمة بل نقال ابن عبد البار الإجماع ونقال ابن قداما وابن هبيرا والنووي وغيرهم اتفاق العلماء على هذا وإن كان النووي كان دقيقا حينما ذكر في هذه المسألة أكثر العلماء أكثر العلماء يقولون أنها مستحبة ويقولون أنها مستحبة بالغسل ولكن سنة واضحة ولكن عندما تسمعوا سنة عندما يأتي لك عود الشيطان يقولون أنها مستحبة لا تغسل سنة لا تغسل لا تغسل لا تغسل وتغسل من المسألة ومن المسألة ومن المسألة يقولون أنه مستحبة من المسألة لأنه لا تغسل لا تغسل لا تغسل ولا تغسل ولكن تغيرت الكثير من ركومنس والعلماء لماذا قالوا النبي أنه السنة ليس واجب لماذا يقولون أنه ليس لدينا أن يأخذوا ذلك من القرآن من القرآن ومن السنة من القرآن ومن السنة ومن إجمع لدينا قيل وإمكان في خلاف لابن حزمين وقيل من أهل العلم في القرآن هل يوجد في القرآن يتدل على أن الغسلة غير واجب غير واجب؟ هل يوجد في القرآن لكي يقولون أنه ليس لدينا أنه لا يجب المساعد يوجد في القرآن يقولون أن الغسلة غير واجب يوجد في القرآن؟ أخبرنا لا أخبركم 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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَا لِسَّلَاةِ مِيَوْمِ الْجُمْعَةِ عندما تشاهدون أصبحت للمساعدة يوم الجمع أخبرنا ونرّا أخبرنا هل في هذه الآية كلام عن الغسل يوم الجمعة؟ هل يحدث عن الهوار؟ الأبل للعلاق من المساعدة تبعي في المساعدة الأبل للعلاق من المساعدة إذا سمعت الأذى أن ترغب لا ترغباً كم يجب أن ترغب المدينة واجب عليك تنشي ورائنا هذا بالتفصيل العلماء استنبطوا من هذه الآية أن الغسلة ليس واجبا certains savants ils vont tirer à partir de ce verset qui parle de l'appel à la prière et du fait d'aller à la mosquée il n'y a aucun mot qui parle de la vache rituelle et bien ils vont tirer à partir de là le statut de la vache rituelle و هذا هو العلم لأن ما هو ظاهر يفهمه كل الناس la science le savoir c'est quoi c'est de comprendre et de lire entre les lignes ce qui est derrière le texte ce que tu ne vois pas dans le texte l'énoncé quand il est clair tout le monde le comprend mais derrière le texte وَرَاءَ وَرَاءَ الظَّهِرَ قال العلماء ils ont dit الله تعالى يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَا لِسَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَاتِ فَسْعَوْ إِلَا لِكْرِ اللَّهِ أي امضوا إلى الخطبة والصلاة قال العلماء لو كان الغُسْلُ لِلْجُمُعَةِ وَاجِبًا لَذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى قال لك سمعت الآذن مشي تصلي والمسلمون يعلمون أن الصلاة كل صلاة يُسْتَرَتُ لها ماذا؟ الوضو إذا ما كيش حدث أكبر الوضو هذا معلوم لا في الجمعة لا في غير الجمعة قال لك ماذا من الناس المسمين عارفين بأن كل صلاة تحتاج إلى تحتاج إلى الوضو تحتاج إلى الوضو وإذا ما قال لك إذا ما كنتهي سمعته للأذن على الجمعة ماذا تصلي ما يعني يكفير ماذا؟ الوضو ولا يذكري الغُسْل لو كان الغُسْلُ واجبًا لذَكَرَهُ لِلْجَاءُ زَائِدْ كَوْتَ صَلَوَتْ تحتاج إلى الوضو والجمعة يذكري الله سبحانه وتعالى ils ont dit puisque toutes les prières il y a parmi les conditions de la validité de toute prière les ablutions pas le lavage les ablutions c'est le minimum alors l'ulama ils ont dit puisqu'Allah il nous dit vous entendez l'appel à la prière accourez à l'invocation c'est à dire à la mosquée pour faire écoutez le khutbah il n'a pas parlé du lavage ça veut dire qu'on se contente de quoi ? de des ablutions comme toutes les prières si le lavage était obligatoire il l'aurait mentionné lui il parle de l'appel il parle du khutbah il parle pas du lavage il parle de l'appel khutbah la prière et la prière exige les ablutions si le lavage en plus il l'aurait mentionné قالوا « لو كان le gusle wajib l'âmer Allah به » mais il dit « ce n'est pas le jame ça fait qu'il dit « faghtasilou faghtasilou wass'a il y a dhikri il y a il y a dit lavez-vous puis partez à la mosquée il y a dhikri 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 ghoffira l'ahu qu'il y a dhikri le prophète dit que celui qui fait les ablutions convenablement et puis il va à la mosquée pour le jumeau il n'a pas parlé de laval il n'a pas parlé 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 du lavage par que des ablutions il n'a pas parlé le hadith du samoura tabni jundou samoura radiyallahu alayhi sahabi il dit à rasoul allahi sallallahu alayhi wa sallam celui qui fait les ablutions pour le jumeau c'est magnifique celui qui fait le lavage rituel c'est encore mieux donc il nous a donné le le choix il n'a pas parlé donc il n'a pas parlé le ghuslo il n'a pas parlé donc il n'a pas parlé il n'a pas parlé les deux il n'a pas parlé le lavage je ne sais pas parlé pourquoi il n'a pas parlé 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 فما تنتظر فاهم يستمر بسويتاجاتamento يجب أن يسعى فالي estas انتظار ؟ وليس كبشة либо؟ السحابة والرجال بسدلاس ؟ الاجتماعي الإنسان ولكن لا توجد الموضوع ولكن الاجتماعي لأنه وهذا هو رواق فالتعال فى لأنه لا يهتم على سبيلنا وإذن فى استطعوا لما تكون هناك جميع الأشياء لأنه يوجد الهاب فإذا كان يمكنك التواجده فإذا كان يتعالى هكذا أوليك وليس أنا أخبرك أخبركم مثلا مثلا أخبرتك بشخصك عندما تحديد الأشياء أخبرتك بشخصك أخبرتك ألاف أهلاً أو مل أور أو قولت إلى تردلي ألف وميا أشترت عليه الله يجيب العقبة بخير تُعبتَا كالكامل أورو و تُعبتَا كالكامل أورو و تُعبتَا كالكامل أورو و تُعبُرسَ ميلاسون أورو هذا شنو موالي هذا الربا بلحمه وشحمه ودمه وعظمه هذا هو الربا الجاهلية الاسماء بن القيم الربا الجالي واضح هذا هو الربا الربا قد نشطر الذي كانت أورو وشواضح أو لا؟ لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ لأنه هناك لا يوجد بسيادة مشروتة مشروتة لك نشطرها لك لك لكي تُعبتَا كالكامل أورو كالكامل أورو لن تُعبتَا كالكامل أورو استعدنا ألف أورو أو أن نأجب أن أعرض ألف أورو وأنطنع لك أحبه ملخ أكثر ملادات يتعرض رقجة حينما جاء العرده إلى يرده إلى الكامالك وإعطاهك هو ألف مال ما اجبه؟ حلال أو الحراب؟ لا تحبه أنها ملاحظة تحبه الصحرات وفي ذلك من اجانب بكتاشر لا يزال لك في سن عال هذا صحيح فهي حالال ومحوم بشيئة حمكن أن يتساعد يقول هذا هو عادة المنزل حتى أعرف كما تفكر سأل هناك عندما يتكسون أعرف أنه أعرف أننا لا يتكسون فهي حرام ويهرى لا أعرفه بهذه إذا أصبح عرفا فهي حرام ويهرى إذا أصبح عرفا que tous les musulmans ou la plupart des musulmans pratiquent la même chose c'est-à-dire sans exiger ils vont te donner plus tu le sais d'avance c'est une pratique courante entre nous ça devient de l'usure حرام قال العلماء المعروف وعرفا 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 فعرفا تحرام لكما تصدرها في المقابلات كمعانة أفضل أو لا؟ تحرام لكي تتكلم بكثير لا يوجد حرام لكي تتكلم بكثير تحرام لكي تجد شيئاً تبنى موجودة من أنها لا أو لا؟ تحرام أو لا؟ هذا سيطرح قد تدسل أكبرنا أننا قلنا لماذا يوجد كل المجنوعة؟ لا يوجد كل المجنوعة وغلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يسلل الجمع ومع أصحابه يسللون معه يسللون وغسلون أحد الأخبار يسللون وهذا يبدأ لغسل الجمع فيه فيه الأولي يسللون جمعهم يسللون الجمع وكما يحضرون الجمع وفي هذه الحديث هذا حديث ابن عباس وحديث عائشة يقول ابن عباس يقول لا أذكركم كيف بدأ الغسل يوم الجمعة ابن عباس يقول لكم أخبركم الأساسي عن العيشة يجب أن تسألون أيضا كان الناس ينتبون الجمعة يتنوابون الناس يأتي للمسكة من العوالي في بعض الناس من المسكة العوالي يتعد على المسجد النبوي 3-4-5 kilم entre 3-5 kilم العوالي فلما يأتيوا على رجلهم والجو حار وهم في صباح الجمعة كانوا يعملون ويحملون على ظهورهم كما يقول ابن عباس وتقول عائشة يهزوا التقل على الظهر في الفلاحة والتجارة والحرارة ما سيقع لهم يعرقوا وزيد عليهم كان يلبسهم الصوف وتعرصوف ويقول ابن عباس ويقول ابن عباس وليم يكني السقف مرتفعا ويقول ابن عباس 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 اطفق ليومكم هذا ويقول ابن عباس then you would have 아버지가 قتل ومouvert وتقول ابن عباس ويقول ابن عباس وم Joy ويقول ابن عباس اقد كان قتل احبället ح matter تصريب واحد النقيم شخصاً يستحب نعم لكن لا يجب يقولون أنه يستحب نعم ولكن هذا ليس طريق لأنه كانت طريق كل الناس فقالوا إذن هذا الحكم معلل بإعلا وذلك ذهب بعض أهل العلم لذلك نرى ثلاثة أفضل ثلاثة أفضل هناك ثلاثة أفضل مذهب يقول سنة أو مستحب هذا المذهب الأربع ابن حزم ومن على مذهبه أو وفق مذهبه ابن حزم يقول أنه يجب ثلاثة أفضل هناك مذهب أفضل ومن وفقه يقول أنه يجب على رائحة وعراق أفضل يقول سنة أو مذهبه أفضل أنه يقول ونقضى 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 أتحدث للمسكي لن يتجربني لا يتجربني من المسكي حلوقتي في السرطة يعني لا يفصل بين الاغتصال ومن المسكي حلوقتي بمسكي قد يستعرض يجب ليس هناك كيف يحدث يحدث أن يحدث? ويحدث يحدث أن نحن 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 هكذا أخبرت صحيح لكنهم قالوا لقد أنت تفهم لقد ذكرت ولماذا نحن نحن نتحقه رغماته؟ أخبرت صحيح هل تسعر نحن 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 نحن؟ إنه ستكون؟ كما أنت تكون مباشرة إذا تلفيك إلى 8ة وقت وكثبت من العمل وكثبت من العمل قل كذا اغتسلت فاكرا ثم خرجت إلى العمال أو إلى السوق أو إلى أي غرض فأصابك العرق من جديد ثم جئت للمزيد وتقول أنا اغسلت للجمعة ولكن ما احققتش الغرض من الجمعة من الاغتسال اللي هو النظفة والنقاوة والرائحة الطيبة ففايب وكوا باش حتى الإنسان إذا أراد أن ينكر فن ينكر بعلم لأن بعض الناس عنده حساسية المكاسمة قال أحمد قال الشافعي قال مالك صافي اللي فهم علاج هو ما عنده مرة هذه عقول ديال جهابي لما قل يقول لك الغرض من الاغتسال الطهارة والنظافة والرائحة الطيبة طيب إذا أغسلت بكري وانتد الشمس والحرارة وكذا ورجع لك العرق ورجع لك الغبراجة شنو عمل ما عملت يوالو وش واضح باش نفهم علش قالوا بالرواح التصالى هذه وحدة إذن هذه خلاصة الكلام في الغسل هو سنة مستحب عند جماهير العلماء منهم المذاهب الأربعة لك الغبراجة إذن كانوا أقبر إسمعه لكما تعرفت من الكلف الياسيين ويوجد المسألة هذا هو أنه يكون هذا الإلهي واضح وضح بالطبع أن تقول ابن حزم عليه أنه لم تكن من يعتمد أن تكون هذا الإلهي بحديث الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يتحقن عن الناس المسألة يقول أنك يتحقن لك يتحقن أنه يتحقن على كل يوم لأنه يتحقن عن الناس المسألة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنك رسل الجموعة واجب هل تقول للناس سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنك م Absolute هل هذا ماضي? شخص ما يقولون على العلماء الذي يقولون لله في النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لماذا كان الأمام الملك؟ من صحب الإمام الملك؟ من الإمام أبو حنيفه من صحبة؟ من حمد الملك؟ الاحاديات الإجارية لا تحتاجون هذا يعني ماذا يعني؟ هذا يعني أن التغميولوجيا واجه يعني أنه يكون مباشرة إذا كنت تقتل في المشكلة سيكون بعد ذلك لم يكن بعد ذلك لأن هذه المصطلحة والسنة والواجب ستتولى مع المذاهب الفقهية التي ستتولى 100 عام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستتولى هذه المشكلة وإلا فالمتقدمون كان العقيدة اسمها السنة السنة أولاً ستتولى لأننا يجب أن نعرف للمشكلة وإذا كان يتقرأ في حديث السنة فإنه يقول أن السنة ليس مجددا هذه المشكلة السنة ستكون مجددا وإذا كان العلماء والأولون السنة ابن أبي عاصم عبد الله بن إمام أحمد كان لديه كتاب السنة في العقيدة أولاً 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 السنة أولاً أولاً بالتأكد هل يتقرأ فيها؟ أولاً سيوك سيوك واجب لا أوهي أمقالي نبيها ترجمة نانسيات ترجمة نانسيات لا بقصد ترجمة نانسيات تجيب اليوم تجيب أنت تفصيل عن تجيب أن تجيب تجيب أن تجيب لكن يقولون يقولون ، يقولوني ثيوهوك مالذيقين يقولون ليس العمائة للإعجابة وعذاه يعني يقولون أنه يقولون بكتابة لهذا الأول، فأروه باناناك مالذيب كان باناناك مالذيب فأوه هل أيضا؟ ما هذا؟ هذا هو مجموعة الثانية فإذن جمهور العلماء يستدلون على عدم الوجوب وأنه سنة بالقرآن ومسنة ولذلك ذهب أكثرهم وبالعلة التي ذكرها السبب لها علش علش والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك شوف قال لهم زعماء أنا أحسن لكم أحسن لكم تغسي بخير لو لو وكوديشوني لو تطهرتم اليومكم هذا أيلا كان أحسن سيتؤمن هناك أحسن أحسن لكم صلى الله عليه وسلم في البخاري عندنا نفس vemos أحسن لكم كلاяниك للجمهور العلماء هذا محسن للسجم من نبي صلى الله عليه وسلم واضح الله أعطيكم لجنة لا تأخذ الحكم الشرعية من حديثة واحد تجاب نحو الناس يتوقف لي معنا وفي نفسه لكن فهو اللي قال نا من توقف فأفضل الوضوء ثم أتى الجموعتا هو اللي قال ناون توقف يوم الجموعا فبها ونعمت ومن اغتسال فالغسل افضل C'est lui qui a dit le lavage est meilleur mais tu peux te contenter que de l'abolition C'est le Prophète salam 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 c'est le même alors là ils ont dit que l'ordre impératif ça veut d'il implique quoi فقالوا إذن هو متأكداً شديداً لكن ليس على سبيل الوجود واضحة؟ ما واضح أو لا؟ هل هناك سؤال على الغسل؟ صدًا بكري ما هو اليوم؟ بكري لم يكن المبحى اليوم لذلك الغسل المجهود الحمد لله لا المجهود نحن ذلك نعرفه ما يجب عليك أو لا؟ ما يجب عليك؟ حيث أنه لم يجعلني لا مجهود الحمد للong لا يجب عليك لذلك يقول لعلم يقول لعلم المعلمين أنه ليس بجانب فالإنسان يغتسل هذا إفضل وإكمل وإجمل وإحسن وإكثار وإجرال لا يؤذي إخوانا لكي جيدون للغاية إنه لكي جيدون للعلمين أنت تحسين إلى الملايكة لأن الملايكة كما قال صلى الله عليه وسلم إنا الملايكة تتأذى مما يتأذى منه بنه آدم روائح الكاليها عندما يوجد مواسسة الوزارة تنوي أيضاً على المسكة يجب أن تتأدب مع الله لأن الله طيب الله سبحانه وتعالى أمسكي يحبب وحبب الملايكة كذلك طيبون والمؤمنون طيبون و هذا بيت الله يطيب وأنه كما قالت عائشا أمارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح أن نبني المساجد في الدور وأن نتنظedor وفقدت transcend عائشا ما قالت أن النساء في ح eyelини يھولون الصحيح أمور المح المسيح ل Adrian كان صحب المعني كان صحبي أخده مصنح يبят على ص BRU ذلكCelles ثمت اللغاية كان يقدم المعني يangedه في الصحب يوما يبذش في العجل هذا كله يؤكد على النظافة الإمتعارة ويؤكد على النظافة ويؤكد على النظافة واضح أننا نفهم أن الغسل جيد و أحسن و أفضل إلى آخره هل يوجد أسئل المثال لا يوجد أسئل صلى الله عليه وسلم صحيح 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 ويقول الله صحيح 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 النصاف سورة الأعراف هذا يعني أفضل صغير هذا يعني أفضل صغير سورة الأعراف قطعها ميزورة وقطعه هذا ينجز محاولة على أفضل صغير سؤال الثانية أولا السمسلم الذي يريد أن يذهب إلى المسجد يوم الجمعة بجسل واحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يقولون غسل واحد يكفي ويجزئ عن النيتين أو نية عن الجمعة والجنابة تجزئ عن غسلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ان من قومة�� cameretة على الق집ة قسمت على الجنابة قال له واجه في اليوم هو الأمر على الجنابة وفي الان зам PLAY یہ تقولوا واحد النيا أنت عندك تقوم بالجنابة أو تذهب إلى الجنابة تقوم بسم توقف وعندك جوج دنيات وربحتيهم جوج واضح أو لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وواضح؟ لكن ابن حازم يعتمد على قاعدة وعلى حديث أو أثر ابن حازم ينغيّل وهنا أرد البلمزيان الله يجازيكم بخير عندما نقرأ بإشارة الكلام التي يفعلها من أجلها يجب أن نعرف بأنه هو الذي يفكر هذا يجب أن يسعني فيما يعمل فيه دماغ يعني هو من يقول الكلام مورد كل كلام ماذا يقول فإنه يجب التعلم فيه التعلم يجب التعلم فيه عارضة بالجرسال ويجب التعلم فيه ويجب التعلم سنعلم لا يجب أن نفهم ابن حازم يقول في الراحلة قول لك يقولني لي هنcan Iحب بكل صديق 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 الصديق شرقة صديق 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 صديق這麼 щ هااا لأنك لديه علما فيها جمعة وعالش وعالش ويقبلهم الأولى لا تستحيل أيضًا لذ DutyOD وشب القليض مطيل ، لذلك تستحيل الهاب في الجنباء لا يتكلم بسيطة الوظفة من المقبل الأعداء يتكلم بسيطة وزيطة وزيطة لتحرق الوظفة لا يتكلم بسيطة المقبل الأخرى كان يتكلم بصدقاء وانه أبو قتادة من الأحب وقمت بصدقاء يعتصت للم يوم المقبل وقال يقول يا بولي يقول يا أفري هل تتعلم بهذا من الجنب أو من الجنب هل تتعلم بهذا لجنب أو لجنب قال من الجنب لأنه لديك قال فأعيد غسلا آخر لجنب يقول يقول لك لجنب فإنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ارتسل يوم الجمعة كان له طهارتما بين الجمعة هنا الطهاريق هو المغفرة الذلوب يقول لك لأنه لديك قال أنه يقول أنه يقول أنه يقول الله يقول أنه يقول أنه يقول هل تتعلم بهذا المجنب أو الجمعة ربما على صحابي لكن هذا السحابي ما قال لك إنما أصحه لكن أنه يقول يقول نعم فهم يقول أنه يعمل فإنه أنه يقاند ف今天的 فإنه يقول يمكنك تفيد المنزل من المرات إذا أغسلت الجمعة أحدها أو الجنب أحدها أفضل وأحسن وأكمل ما يفضل؟ هل تسأل المنزل؟ المنزل مخفى لا يوجد مدى الأنفارة مع دوزنان نتائم الجمعة أو الجنب يكفي لكن إذا أفضل فهل أفضل فهذا هذا الكلام في أبو قطن لا يدل على أنه لا يصح ولا يزئ واضح خلاصة الكلام الغسل للجمعة عند الأئمة الأربعة وأكثر العلماء واجب لسنة سنة للافاج pour الجمعة السؤال الثاني هل يجوز أن تنوية الجنابة والجمعة بغسل واحد نعم تمكنك تفعل دوز انتنسيون أفك انسل للافاج يوم الجمعة واضح المسألة الثالثة هل أنت تغتسل بنية صلاة الجمعة أم أن تغتسل بنية اليوم الجمعة سأشرح سأشرح لذلك الش Caritas إذا SAAR أنت مضيحت يوم الجمعة أن 17日 سأ disorders حان كل ما تنجع وسأشير هست؛ للافاج لأني أنت مضيحت للك وانت مضيح لأني abd Mm إنه يسير . لأنه ويسيرتك .. لأنه يسير فساس أو مiktار يسير .. قال ! فإنه الآخر يسير عليك الشباب صحيح ! كان يسير توفيدا .. كان يسير ويسير ويسير كان يسير الله يجعلك .. نحن ستريعون بشكل تضفع كان يسير جيدا .. كان يسير بأسفل الحديد ... هذا ي causa أكثر لكن هذه المتطقة إذا كنت ألوثت أعتقد أن تفكر المصريات على دائرة النهار الجمعة إذا كان ولكن لديك كشفedom ليس لما على تفكر المصريات وهذا فإذا كان لامتاك فإن تفكر المصريات الأورويية ومن ثم تفكر المصريات الأمر أو المغرب معنى ممكن تغسل مورا الجمعة وتغسل مورا العاصر ابقى في نهار الجمعة كتعملوها أنتوما عمركم مش فتجي واحد كي يغسل بعض العاصر ولا إلا إذا أنتوما في النية ديالكم أنكم كتغسلوا للصلاة وليس ليوم الجمعة سألوا ذلك لو كان الاغتسال ليوم الجمعة اتصل لي حتى اتصل للجمعة ترجع للدار وغسل وشواضح وهذا قال به قلة من أهل العلم المتحدث عن العائق على المتحدث عن العائق المتحدث عن العائق منطق الشرط لأن العلاج وانتوما تغسل الاجتماع واللحة في عائق النبي صلى عصر لماذا تغسله لما تغسلنا انا توانا غازنا لما تغسله لما تغسله حتى بعد العائق وما تغسل نعم يجب أن يكون المتجودة في المتجودة فهذا يوجد المسألة المسألة الرابعة هل الذي لا يجب عليه الجموعه كالمرأة المسألة التي يشاركها من الجموعه مثل الناس هل يستحب لها أن تغتسل إذا جاءت إلى الجموعه هل يجب أن يكون لها لها جموعه لها جموعه إذا جموعه فريضة لكن الناس إذا جاءت هل يجب أن يسألوا لا يجب أن يسألوا لذلك يجب أن يسألوا يجب أن يسألوا الأخير يجب أن يسألوا هل يجب أن يألوا لا تتقالي لا تتقالي أتحدث أن كل مكان يأتي لكم أن كل مكان يأتي لكم لأكيد شخص لإبعال الأطباء يستحبب له يجب أن يتطهر هذا يسأل لا تتأل لك لا تتتأل لك والتعلم أنه يتطلق يسأل لكثير من المغزة هذا يأتي تفضل هذا السؤال هذا السؤال هل 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 هم يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجرة والظهرة والعصرة والمغربة والعشاء والجمعتها والعيدة كثير منهم يحضرون الكثير منهم يحضرون وكثير من الفجر والحديث صحيحين يعني المرأة كانت تمشي كانت تقول ما كستطعوش الرجال اللي وصفو قالوا لما كان خرجو من صلاة الصبح النساء يقوزوا قدامنا حي تلبسين اكحلوا الضلام باقي الضلام ما يقدروش بحل خيمة ما كان عقلوش عليها ما يقدروش الميزو هادي من هادي معنى كي يوصلوا الفجر الفان ذنبخي الفجر على موسكري بروفيت صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إما الله ما سجد الله لا تنقضي لكم في المسكة بروفيت صلى الله عليه وسلم ونحن في زمن ديالنا هذا الحاجة أكثر أين ستتعلم دينها لا فام أل فا أعلم سأعلم سعروليجون اوه aujourdني تقول لي موسيو جوغل سوف يخرج على عباد الله 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 فهم يفترضون في الجميع عندما يقولون شيئاً عبارة دعوة الحقيقة يفترضون يمكنهم افهم يقولون بشكل شيئاً يفترضون للسؤال لا تسمعنا في مجدد أو لا تسألهم سواء تسلقدي لكم حقاً يقول ماذا الذي تفعله؟ فقد لكم حقاً ولم نفترضني فيما تشارعون يمكننا العصبات لا يسمحك هذا ليس جيد ف Elliott لكي تحديد المرأة لنعرف ذلك ننتقل إلى المسألة الأخرى نتحدث عن الفضلاتو والتبكير والإغتسال لبسو أحسني الثياب النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا أن يأخذ الأفضل في اليوم الجمعة الحديثه صلى الله عليه وسلم وإقتراحه عمر lui nous a dit من اغتسلا وستنى ولا بس من أحسني ثيابه ومس من طيب إذا وجده أو عنده ستشفر 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 كل هذا يقول لهم ابن عبد الباب وابن قداما وغيرهما والنووي يقول مما لا خلاف في استحبابه عند العلاماء يقول لا يوجد أن يكون هناك تشفر ماذا يكون هناك تشفر هذا هو الفقه الواقع هو هذا؟ ستشفر ستشفر ما أقوله ستشفر 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 لا يوجد لا يوجد لا يوجد ما ستشفر كان هناك تشفر من المدينة أو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عندما تذهب إلى مجرد أقول ان تشفر ستشفر ستشفر من المرايحة يقول أنك في المرايحة وقد تشفر وقد اشفر ما تشفر للجد وقد تغير مرغة تشفر تصبح الألوان ويختار في كذا هذا عرف هذا كوتب لكن كنت أتحرك في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يحث على لبس الثياب الحسنة الجميلة وحال جمولة الثياب جميلة لأنك تأتي إلى يوم عظيم فيه خلق آدم وفيه قوبضة أيمات وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج من الجنة ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة فيه النفخة وفيه الساقة كما يقول صلى الله عليه وسلم كيف تأتي عمار رضي الله عنه هو الفاقي كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله هذا الكسوهدي ماشاء الله قال له يا رسول الله لو اتخذت هذين الثوب للجمعة وللوفود قال له هذا الكسوهدي تصلح لك ماشتبقى جيت صلي بها الجمعة وطلقى بها لما كتلاقى بالنس الكبار عمار رضي الله عنه il dit عمار رضي الله عنه يا رسول الله pourquoi tu ne portes pas ces vêtements c'était de qualité de grande qualité pour le vendredi et pour rencontrer les délégations c'est à dire les chefs d'état les chefs de tribus etc et c'est à dire on a dit 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 l'islam comment il respecte les coutumes et les traditions احترام اعرف الناس tu viens rencontrer quelqu'un de bien placé tu viens avec des vêtements des chiens tu lui dis oui mais c'est comme ça l'ascétisme et le zool et puis tu l'aspect un homme مسؤول مدير رئيس وزير malik مدير شركة voilà et tu marches avec les besoques et tu dis non oh on a الحمد لله ce qu'on se dirige aujourd'hui Ne ce qu'on se dirige il ya lui dit ju nest ca le l'ou n'ou ele iyor bis la l'alb il il elle il في العيد كان لدينا الكسواة 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 في المنزل يمتلك فقط لكسواة هذا الكسواة الكسواة تذهب إلى المسكة تذهب إلى الكسواة تتعرفين الناس عندما تجد الناس تجد الناس يمتلك الفيحة لا يوجد الناس تأخذين تتعرفين لا تتكلم على الكسواة لا تتكلم على الكسواة لأنني منام لا يفعلها حى الغ調ة لا يوجد تفعل الغجم تتواجد أن ينصف لا يتذكرون أن يتشارع لا يتشارك لم يردون مرة أخرى فالوس pesة لم تsedح بفتة دمائية فهالآشار مع عيشار والمشارة أي جميع شرية أو مقدار لتديها فالسؤال المرميز يحضر يمتلك من الواحده امسل الخامس قرأين ذلك من الأمسل الذين بأمان فهل بأمان جلي digamos عند الروم البيزنطيين مما شمس المين ولبس لباس جام اليامان مكانوا شمس المين ولبس لباس ديال المدينة وديال الشاب صلى الله عليه وسلم لبس اللباس اللي كيستر العورة ويناسبه كذا فإن الإنسان يجب أن يعرفه فإن عايش لكل طعب وكل كين ألوان تناسب في بلد ولا تناسب في بلد هذا العرف والعرف محترم والعرف في الشرع له اعتباره عليه الحكم قد يداره العرف يلغس بكتي لكيستر عرف يلغس بكتي لكيستر عرف يلغس بكتي مثلا نحن هنا حيث البلد شمس قليلا في هذا البرد الألوان التي تكثر هنا وماذا الألوان التي تفلش يعني باينة أو الألوان التي تغلوقة هنا في برسالة في بيويا موضة صلى الله كيف هل الكلور عباية فنسوا الكلور مغلوقة مغلوقة ماذا مغلوقة مغلوقة مغلقة مغلقة لكن إذا نحن هنا في أفريقيا وآسيا الخضر على الأحمر على الأزرق على الأزرق على الأزرق على الأزرق تناسب لأن البلد يوجد الشمس ترى اليوم ترى 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 المسلم 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 هو من المسلم الذي يكون أفريقيا لا يستفز ومن المسلم نحن في مغلوقة في مغلوقة نحن في مغلوقة في مغلوقة أحسن لغتيا الوصول على الأزرق ومغلوقة وهذا يوجد وحسن تقول أنه يمكنك أن تتوقف تطبيب لا تتوقف ولكن لا تتوقف لا تتوقف لا تتوقف لا تتوقف ترى هنا لتقوم كيف يجب أن تقوم بسلده تفام عمل شبارة كان وخل عطر ديال المرأة يجوثك تعملو تا شي مشكلة وشواضح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك قال لك مين ولو من طيبي امرأته إذا ما اجبرت ديالك مع ذلك ليس مشكلة الريحة الطيبة المهم الريحة الطيبة وشواضح ولا لا؟ من أداب الجمعة الدعاء الدعاء لأن في الجمعة ساعة لا يصادف فيها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه الله إياه الله يتاكبر مي دوني سكتبه الاخوال 43 قول يكارونت خوزاوزي 43 قول ذكر الحافظ من حزار في الوقت ديال إجابة الدعاء عندما يتاكبر الدعاء؟ في 43 قول ذكر الحافظ لكن المدرسة بين بداية الخطبة إلى نهاية الصلاة أو في آخر وقتين بعد العصر هناك دوز أعوالك أكبر عندما يتاكبر الدعاء أو بعد العصر ومن المغرب لا يجب أن يجب أن يفضح عندما يمام الإمام في إجلسة في الجلسة الإستيراحة في دعاء الدعاء في الصلاة الجمعة في السجد الدعاء الدعاء مستجاب أمر آخر أتاكبر الله أكثر من ذكر الله يوم الجمعة لا يعرف الكثيرين الناس عن هذا غافلون صحيح لنا قليل يوم الجمعة سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا حول الله قليل الذكر نهار العيد الجمعة الله 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 دول قرآن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله زين واذكوروا الله كثيرا لعلكم تفليهون كثيرا بعد الجمعة vous allez retourner au travail ou à l'école ou chez vous etc فات بكو دو الذكر بكو دو الذكر هذه سنة مفقودة يوم الجمعة يوم ذكر لله سبحانه وتعالى وأكثروا sixième chose ou cinquième بكو دو بخيار sur الرسول صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قال فيه النفخة وفيه السعقة فيه خُلِقَ آدَم وفيه قُرِضَ وفيه النفخة وفيه السعقة فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه فإنَّ صلاةكم معروضة عليَّ يقول صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة فات بكو دو الصلاة sur moi فأكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه كل وقت كل وقت أكثر والله يا إخوة جربواها فاتوا لتس جربواها اللي اللي باقي عنده شيشيك تلك اللي باقي عنده شيشيك تلك اللي باقي عنده دود اللي باقي عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنية يفرج عليك الله تعالى وسيأتي كالفرج وبإذن الله وفيه رأيك هذا النبي صلى الله عليه وسلم وباي بن كعب يقول اكثروا من الصلاة على الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكثروا فيه من الصلاة على الرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم معروضة علي هذا لأن الله الله يقول الملائكة في الغول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يوم الجمعة قال الصحابة يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت أرمت يعني رشيتي رشيت في القبر يعني الجسم ديالك التحلم باليت يقول يقول وَكِمَ اللَّهُثَنِ أَنْ يَنْ 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 تَهَنُ والصحابة قال يقول يا رسول الله يقول 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 ترجمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سأل موسى عليه السلام كيف؟ الله تعالى سخر واحد المرأة عجوز مرأة كبيرة في السن الله علم شحال كيف عمرها في تلك الوقت وش ممائة وخمسين ولا ميتين ولا تلتمية ولا ربعين الله أعلم قالت يا موسى يا موسى تريد تريد التطريق أنا أقول لك ولكن بشهر لأن ذكرتهم بأن يوسف عليه السلام عاش في مصر ومات في مصر كان أخذ العهد على ذريته لأن يوسف بن يعقوب ويعقوب هو إسرائيل فهو أخذ العهد من ذريته أن يأخذ جثته إلى بيت المقدس يوسف يوسف أخذ العهد أخذ العهد أخذ العهد أخذ العهد من يعقوبه؟ أخذ العهد يقول لك أنا أخذ العهد أخذ العهد أخذ العهد يوسف أخذ العهد أخذ العهد أخذ العهد أخذ العهد هذاisini يجب خذ العهد يعقوبه؟ أخذ العهد في عهد وكvilيض製 أخذ العهد الذي وقام الب DD يقول سواء correspond كل شيئ هذا قال يقول الله قالاه له صفح eder صعبت كذلك انظر أن يوجد ملاك انظروا الناس من الماء يالسدي للسنية من أعجاب الله الله لقد امترأت الناس التي لا تشأل يوسف لا تشأل لتزيل كذلك لقد امترأت الناس فقد امترأت الناس ويقبوا الناس ويذكر يوسف كما هو ويقبوا الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السميحة أخيار التحدثي من أخيار التقطات إذا كنت أفعل ذلك أجد تسمي لك المسرحة أجدك هل تطبيق كلها؟ هذا يجب أن يجب أن تخصص على أجل أجل على أجل على أجل أجل على أجل على أجل كنت أضافة فإن أجل على أجل يكون الأجلسام بيجنبي أخيه دوة بيجنبي أخيه دوة بيجنبي أخيه تأتي ثم ترفع رجلاك فوق من كيبيه فوق الكتاف ديالو هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت إليسان صحابي جانسي توا تفادي مالو جان قالوا آذيت عباد الله جي فوق من نو هذا فيه عدم احترام وش واضح لذلك علماء من المذاهب الأربعة يكرهون هذا في خطبة هذا يتفاق للمذاهب الأربعة يقولون إنه عندما كان المذاهب وحدد خليب قا ماذا تعالى إذا لم يكن هناك أحد تفادي ولا يوجد فرجل ولا يوجد فرجة ولا يوجد ً لكن أسألت إلى ً وكيف قلت الأسأل كثير من الفقهاء يجيزون من غير كراها أن يتخطى الرقاب إذا وجدت فرجة إنه يوجد فرجة يقولون أنه ليس يوجد فرجة وكيف يوجد فرجة؟ يعني يوجد داخل ويوجد فرصة خاوية حتى لا يريد أن تقدم لها وهو يوجد فرصة عندما يتحدث مع عشي واحد يأتي بالآدم كل دوسمان يأخذ فرجة واضحة أو لا؟ الأمر الثاني لا تخلطوا بين تخطى الرقاب والمرور بين الصفوف يقولين يقولين هي انظروا الحجم انه始بوا��كن قضي consumكم الوع sticking بين الصفوف يا الله يا الله يا الله وسأonic Zoza Buna تصنع perceive وعشررت ب grabbing هذا لا يتع ladies أ geld والعلماء يستخل جواب 활동 لا يمكن لل يا صفوف الناس يهتم الinet لين هل شخصوا بم المقاصد لا يمكن الناس فن off يجب الناس للمنبص لذلك لا يوجد صفوف عمرة نسجلسة ما عندما ندوز إذا تخطى الرقاب لا حرج على الإيمان لأنه لابد أن يذهب إلى المنبى وما يتم الواجب إلا به فهو واجب طبعا إذا كيشيح الأخول فهو أفضل واضح إذن لا نتخطى الرقاب إلا لفرجات أو حاجة لابد منها وكذلك للإيمان لا نؤذي بالروائح الكريهة لا نؤذي بالروائح الكريهة وفي منها بكتابة وفي ساسم وفي من دριنتي يحضر في المسجد جاء في المنسجة في المسجد وكل اللَّه الله لا إله إلاه لقد أحبتني نفسي أن أخرج من الصلاة والله الله لا إله إلاه يجب أن ألعب وهذا أجزا للفقه هؤلاء في ذلك ję المسجد لا أستطع واحد صلى إحدى عشان قول لك لا إله إلا الله الريحة دية لش ها لا ما هي دية التوم لا بدل سجارة لا أشي حاجة أخرى خليوها مستولة لا سنة الله يسترنا ويسترهم والله ما قدرت نكمل الصلاة إلا بالفضائح والكشيف ويزا تكمل لها كل مرة لا إله إلا الله ما هو توم ما هو قرر نيل السجارة نيل الآي أوتفوشوز خنقلي خنقلي إجه السيئ وحاولت نبعد شوية السجود هذا كان هرب شوية لا أستطيع والنبي صلى الله عليه وسلم يلدي تي مانج دولاي 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 صلى الله عليه وسلم يلا يبرح لا ي questão سنة التوم لا يقفですね خضرة لا صحيح وليهم صديق النlerde صلى الله عليه وسلم لا صحيح án عندما تنسى الماء على الشاسسيه يرد البل تفزق الماء بثافة ودوز على التقاشر فوق الحرارة الطبيت لا تستطيع ان يكون ماذا؟ لا تنسى، يرد البل كيف يفعل؟ ما يفعل وما لا يفعل؟ عندما تفزق الحرارة التقاشر وعرق وكذا أرى كينا بعضنا ولم يمكنك أن تسجد فيها لا تستطيع ان تغني ما في المؤمن؟ المؤمن سبحان الله، لا تقرأ المؤمن بحل النجم المؤمن بحل النجم سبحان الله، ماذا تخبرون عن توفر الناس قل من إذا رؤية ذوكير الله تشوفوا يذكر كباش؟ بالله عندما تتتفقد الناساعدة تتذكر الله تتحدث الله تتمكنك ان تتشاهد الله تشاهد الله أنك تتتشاهد الأحب تشاهد الأحب تشاهد الأحب تشاهد الأحب لديك رجل الراحمن على صفحه تتذكر الله لكن تتذكر الله ويجب أن تتذكر الله الله أكبر الله أكبر الله ينجيك الله ينجيك الله ينجيك ويقبل عليك سبحانه وتعالى وأنك تتفت عنه إما بقلبك وإما بوجهك وإما برائحاتك ما ينبغي هذا لن نجيك الله أكبر هو شيء ولا ينسيك ينجيك كامت لم ينجيك الله ينجيك وتعالى لا تتدرك تتلعى إنسان الذي يعرف أن يعبد الله ربما يعمل عبادة قليلة ويربح كثير من هذا الذي يدرب تمارا لأنه نعرف العبادة لماذا؟ يختار الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة إمتى يكون الدعاء مستجاب إمتى ينزل الله سبحانه وتعالى ورحمة دياله في الثلاثة الأخيرة من الليل الوقت المستخدمين ومستخدمات الجمعة تعرفوا؟ ابن القيم رحمه الله هو أختم بقي جداً ابن القيم يتحدث عن النات يتحدث عن الناتجاب يتحدث عن الناتجاب لأنه يتحدث عن خصائص الجمعة في زاد المعاد من أراد أن يطالع هذا الكتاب العظيم يتحدث عن خصائص الجمعة في المتحدث عن الناتجاب في الثلاثة الأخيرة هذا يتحدث عن مدرسة يتحدث عن مدرسة يقول وَالصَّدَقَتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي سَائِرِ الْأَيَالِ يقول 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 يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَأْخُذَ خُبْزٍ يَتَصَدَقُ بِهِ سِرًّا في الطريق يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْبَارَكَةِ من هم من يرى أن الزيادة دياليوم الجمعة لا تصح يعني من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كينبع العلماء المحدثين يشوفوا بأن الزيادة دياليوم الجمعة لا تصح يقول كمن قرأ سورة الكهف في أي يوم يوجد دوز أفيد العلماء بقى هذا يوجد بعض حديث يقول أنه الذي رسيط سورة الكهف لفندردي في ليلة الجمعة يقول كمن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة يقول كمن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة يوم الجمعة assets وثيرار مثل ذاتك Ó لديها كل رؤية يقول بعضها بعضها لذلك كون قال الشيخ ناسر الدين رحمه الله صحح هاديث هو الهندة يقول كونه غير skins فهناك علماء صححوا أو حس lil HTTP لا يوجد بعض الطريق في سورة الكهف 什么 في عارض على ديالый أو حTER عالم ارض لHmm ولي eachدة النية قبل الغرض تكون قريتي سورة الكهف يوم الجمعة أو لا تقرأها قبل الفجر أو لا بعد الفجر المهم قرأ سورة الكهف مجل الله تعالى يضوي لك الطريق ديالك والقلب ديالك لمدة أسبوع ويوم القيامة كما قال العلامة لما تخرج من القبر ديالك يكون عندك النور من رجلك حتى السماء يوم القيامة والعمل ديالك لما يطلع في الدنيا يطلع معه النور تعرف الملائكة أنك من أصحابي سورة الكهف العلامة يقول تباوزك سورة الكهف تباوزك سورة الكهف الآن عندك تباوزك سورة الكهف يوم الجمعة معه تباوزك سورة الكهف الملائكة تعرفوا أصحاب سورة الكهف بالنور الذي يسعدوا مع العمل الصالح فأسأل الله تعالى أن يصلحوا أعمالنا ويوم تباوزك سورة الكهف سورة الكهف